اشتركوا في القناة 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 وبعدها بترجع تانج مرة تانية وبتكمل اللقاء ولما بيخلصوا بيتكلم شين مع تانج وبيسألها لو تعرف حاجة عن الفريونات لكنها مش بتكون فهمة هو بيتكلم عن ايه وبيقولها شين انه حاسس انه منجذب لها لكنه مش قادر يحدد السبب وبيمشي وبتتبسط كده تانج شوية وبعدها بيخرج المدرب وبيتكلم مع شين وبيكون لاحظ ان فيه حاجة بينه وبين تانج وبيكون خايف ان علاقتهم تأثر عليه او على مستقبله وبيمشي وبالليل بتكون تانج رايحة للنيدي وفجأة الدنيا بتشتي وبتحاول تجري علشان تستخبه في اي مكان وفي نفس الوقت بييجي شين وبيكون معاه حاجة بيغطيها بيها وبيروحوا لمكان التدريب وبيحاول انه يساعدها لكنها بترفض وبنعرف انها عندها حساسية من ان اي شخص يلمسها لكنها مش بتقوله ده وبيقول لها شين انه مش عارف سبب كل اللي بيحصل معاه وبيقول لها انهم يحطوا حدود بينهم وينسوا كل اللي حصل فبتتضيق اكتر تانج وبتفتكر زمين لما سبها ومشي وانه بيكرر اللي حصل ده مرة تانية دلوقتي ولما بيسألها شين هل هي مرتاحة كده فبتقوله انه دايما ما كانش بيسأل عن رأيها وانه سبها قبل كده لكن طبعا شين مش بيكون فاكر اي حاجة فبتسيبه وتمشي وبعدها بتخرج تانج مع دوه وبياخدها المكان وبتشرب كتير وبتكون مش مركزة خالص وبينشر دوه صورة عنهم وفي نفس الوقت بيشوفها جيانج وبيروح بسرعة لشين وبيقوله ان اللي في الصورة دي شنطة تانج فبيخرج شين بسرعة علشان ينقذها لانهم بيكونوا عارفين ان دوه مستهتر وبيوصل شين وبيضرب دوه بيقوله انه مالوش اي علاقة بتانج مرة تانية ومش بيسمع له شين وبتمشي تانج فبيروح وراها شين وبتتخانق معاه وبتقوله انه كل مرة كان بيوقها وانها مش عارفة تتصرف معاه بأي طريقة وبيقولها شين ان اللي بيحصل معاه دا الاول مرة وانه مش قادر يتصرف فبتقوله تانج انه يبعد عنها وبتسيبه وتمشي وبيرجع عشان بالليل وبيكون مش قادر يتصرف وبيفضلي شخبط ويكتب اسم تانج فبيقطع الورقة وتاني يوم بيروح المدرب مع دينج القوضة شين وبيدوره وبتعرف دينج انه بينم تحت السرير لما بيكون متوتر او فيه مشكلة لكنه مش قادر يتصرف فيها وبعدها بتلاقي الورقة اللي فيها اسم تانج وبيعرفوا انها السبب وبنشوف في مركز التدريب بيروح دو وبيكون اشترك معاهم في الفريق وبتيجي تسي علشان تعرفوا على الموجودين وبيبان كده انهم مش طيقين بعض وتاني يوم بتروح تانج لمكان التدريب علشان تقبل دو لانه بيكون هيوقف تعاقده مع شركة البس اللي بتشتغل فيها تانج فبيطلب منها جين انها تحاول تقنعه وبيقول لها انه هيوافق بس بشارت تكون المساعدة بتاعته لانه بيكون معجب بتسي وعايز يتقرب منها بس مش بيعرف لانها طول الوقت بتكون مع شين وبتوافق تانج وبعدها بيطلب منها دو انها تجيب له مية فبتخدهم تانج لكن بيقعوا منها وبيساعدها شين وبيروح يديهم لدو وبيكون متضايق منه جدا بسبب اللي بيعملوا مع تانج وبيقول لدو انه ما يكلمهاش تاني لكن دو بيستفزه فبيشنكله وبيقع على الارض وبالليل بيرجع عشين لو قطه لكنه بيلاقي هناك دو وبيكون بيحط حاجته وبيقول له ان القوضة دي عجبته وهيقعد فيها لكن شين مش بيكون موافق فبيجي لين وبيكون مساعد القائد وبيقول لهم يحددوا لعبة واللي هيكسب فيها ياخدوا القوضة وتاني يوم بيجهزوا علشان يبدأوا اللعبة وبيتصل دو بتانج وبيقول لها تيجي علشان تساعده وبيتقسموا فريقين وبتكون تانج مع دو في الفريق وتسيم مع شين وعلى اخر الوقت بتكسب تانج وكده يكون دو هو اللي كسب الرهان وتاني يوم بتكون تانج في المستشفى لانها فقدت وعيها وبيكون شين جنبها ومش بيكونوا عارفين السبب اللي خلها تفقد الوعي وبعدها بتيجي الدكتورة دينج علشان تطمن على شين وبتقول له انها هتتبع حل تانج وبتحاول انها تسلم عليها لكن تانج مش بتوافق ولما بتسألها بتقول لها انها بتخاف ان اي شخص يلمسها وبتخرج دينج وبتقول لشين انه يهتم بيها وتاني يوم بتتكلم تانج مع دينج وبتقول لها انها تقابلت مع شين من سنوات كتيرة لكنه فجأة اختفى لكنها لسه بتصق فيه ومتأكدة ان عنده اسباب وانها لسه بتحبه ومش قادرة تبعد عنه ومش عارفة السبب اللي مش مخليه معترف بيها وبنعرف من دينج ان شين عمل حدثة من فترة ودي سببت له فقدان ذاكرة لبعض المواقف وانه ممكن يكون نساها فبتتصدم جدا تانج وبتقول لها الدكتورة دينج انها تحاول تساعده علشان يفتكر وفي اليوم ده بتكون تانج هتخرج من المستشفى وبيكون شين اتكلم مع الدكتورة وقالت له انه يحاول يكون دايما جنب تانج علشان ياخد باله منها فبيروح لتانج وبيقول لها انه هيلاقي مكان سكن علشان يعيشوا فيه سوا ومش بتكون تانج فهم ما اللي بيحصل وبتستغرب جدا من تصرفاته وبعدها بنشوف دينج بتتقابل مع جين وبنعرف انهم متجوزين لكنهم منفصلين من فترة وبتطلب منه دينج انه يدي الشقة القديمة بتاعتهم لتانج لانها بتعالجها ولازم انها تعيش مع شين في البيت فالمهم بيوافق جين وديني يوم بتروح تانج مع شين للبيت الجديد وبينقلوا كل حاجاتهم وبيدخلوا للبيت وبيبدأوا يجهزوا البيت ويفرشوا وبعدها بفترة بتلاحظ تانج انها مش بتعرف تتكلم كويس وبتتلغبط كتير قدام شين فبتروح لدكتورة دينج وبتحكي لها عن المشكلة فبتقول لها انها بتلاحظ ان تانج مش بتكون حاسة بالثقة قدامه وانها لازم تدور على نوقة ضعفه علشان تستغلها وفي نفس الوقت بيتكلم شين مع جينج وبيسأله ازاي يتصرف مع تانج لانه حاسس انها بدأت تبعد عنه ومن الواضح كده انه بدأ يحبها بس بيستعبط وبيقوله جينج انه يقول لها كلام حلو دايما ويشجعها فبيقرر شين انه يجرب وبعدها بيروح شين لتانج وبتكون مروحة وبيقول لها انه هيوصلها وفي الاول بتكون تانج مش عايزة تركب معيه على العجلة لكنه بيصر عليها فبتوافق وبتكون هي كمان مبسوطة ولما بيرجعوا للبيت بتبدأ تانج تفكر في عيوب جين وبتفتكر انه كان دايما بيخاف من افلام الرعب فبتقرر يتفرجوا سوى على فيلم رعب وبالليل بتشغل الفيلم لكن شي مش بيكون مركز على الفيلم لانه بيفكر في كلام جينج وبتسأله تانج لو هو متدعي وبيقول لها انها تقدر تشغل اللي هي عايزة وبيعملها بلطافة على عكس المتوقع منه فمش بتفهم تانج وبتسيبه وبتقوم وبتفكر في فكرة تانية انها تدايقه وبتخرج وبيكون شين بيتمرن وبتقوله انها بتموت الحشرات وبتفضل تدايقه ولما بتسأله بيقول لها انه مش متدايق منها وتقدر تعمل اللي هي عايزة وبالليل بتروح تانج وبترمي رسالة لشين من تحت البيب وبيكون صحي وبياخد باله وبيحاول يشدها منها وفعلا بياخدها ولما بيفتح البيب مش بيلاقيها ولما بيقرأ الرسالة بيعرف ان تانج مش عايزة تتكلم معي تاني ولو احتاج اي حاجة يبعت لها في رسالة فمش بيفهم شين السبب وبيحاول يدخل حسابها على الموبايل لكنه بيفشل لانه مش بيعرف يتعامل مع الموبايلات الحديثة وبيفكر يروح يسألها لكنه بيتراجع في اخر وقت وبيحاول مرة تانية لكنه بيفشل فبيحس بالضغط وبينام تحت السرير مرة تانية وتاني يوم الصبح بيكون شين في التمرين وبيتكلم مع جيانج علشان يساعده ويقدر يعمل حساب على الموبايل وفي نفس الوقت بتروح تانج للشركة وبيكون في موظفين جودات جايين للشركة وبيكون اسمها آي وبتكون مزيعة للبس المباشر وليه وبنكتشف انه بيكون اخو تانج وبيكون بيشتغل في المشاكل الفنية للفريق وبيرحبوا بيهم كل الموظفين وبيطلب جين من تانج انها تساعد آي علشان تتعرف على مكان الشغل الجديد وبعدها بتروح تانج مع آي لمكان التدريب وبيروح شين علشان يتكلم معها وبتعرفوا على آي وبتسيبهم ويتمشي وبتروح للدكتورة دينج وبتقول لها انها مش عارفة تصرف ازاي ومش قادرة تتكلم مع شين وهيبقى عندها بس مباشرة لمباراة مهمة بعد يومين فبتقترح عليها دينج انها تتعلم الغنى وده هيساعدها انها تقدر تتكلم احسن وبعدها بيتكلم شين مع جيانج وصديقه تشو عن تانج وبيقول له جيانج انه يديلها هدية مهمة جدا بالنسباله هو بيفضلوا يدوروا على الجواهز بتاعته وبيقرر شين انه يديلها الجاكت بتاعه اللي كان بيلعب بيه زمان في المدرسة وبيفكر ازاي هيقدر يقنعها انها تاخده ولما بيخرج شين بيقبل دو بيكون معاد سي وبيكون عايزها تبقى معاك فريق وبيقرروا يلعبوا ماتش ضد بعض وبيسأل شين مين الشخص اللي هيلعب معاده ضدهم فبيختار تانج ودي بتكون سياسة انتهاز الفرصة اصله مش قائد وخلاص هو بيروح شين وبيديها الجاكت وبعدها بتتكلم تانج مع اي انها تقدر تقدم اول بس مباشر لها في المباراة بتاعتهم وانها تبدأ تجاهز نفسها وبعدها بيبدأ شين يدرب تانج ومش بتكون قادرة تتكلم معاه وبتكتبله على الموبايل فبيحاول شين انه يتعامل معاها مع انه مش فاهم هي ليه بتعمل معاك كده وبتقوله ان المسدس مقاسه كبير فهي مش قادرة تمسكه وبيقول لها انه قبل المباراة هيلاقي حل للموضوع ده بتتكلم مع شين وبتنادي على تشو وبتقوله ان تانج مش بتقدر تتكلم مع شين وبتتلخبط في الكلام لانها بتكون متوترة وبييجي جانج وبيسألها عن اللي بيتكلمه فيه وبتتحجج اي وبتمشي لكن تشو بيقوله وبترجع تانج بتتوتر مرة تانية وبتستأذن من شين وبتروح الحمام وبعد التدريب بيروحوا المكان بيغنوا فيه كاريوكي مع بعض وبيقول لها شين انه هيساعدها وفعلا بيعلمها شين وبيغنوا سوا وبتقدر تانج انها تتكلم فبيتفجئ شين ولما بيخلصوا بيسألها شين ليه بطلت تتكلم معي وبتقوله انها بتتوتر لما بتشوفه وعلشان كده بتتلخبط في الكلام وبالليل بتبدأ تانج تتدرب على لغونة في البس المباشر ومش بتكون عارفة تزبط اللحن لكن شين بيساعدها وبيعمل أصوات وفعلا بتعرف تانج تزبط اللحن وبيكونوا كل المشاهدين مبسوطين جدا من البس لكن تانج مش بتكون بتبس من صفحة الشركة وتاني يوم بترجع تانج وبتتمرن مرة تانية وبيساعدها شين انها تزبط الاقاع وبيكون في عدد كبير جدا بيشوف البس وبتكون آي بتتبع البس بالصدفة لكنها مش بتكون متأكدة انها تانج فبترن عليها وبتقوم تانج وبترد عليها وبتقول لها آي انها متوترة لانها هتبدأ البس بتاعها الاول مرة وبتطمنها تانج وبترجع مرة تانية فبتتأكد آي انها تانج ولما بتخلص بتقفل تانج البس لكن بيكون فيه كاميرا شغالة لوحدها في البس لكن تانج مش بتاخد بالها وبعدها بيجي لي لتانجو بيقول لها انه جايب لها حاجات والدتها بعتتهالها وبتعرفه على شين وبياخد باله من الكاميرا فبتجري تانجو بتلاحظ ان فيه تلاتة هما اللي شافوا البس وبتقول انه اكيد مش هينتشر وديني يوم بتروح تانج للشركة وبتعرف ان اي بلغت عنها جين وبيتخانق معها جين وبيقول لها انها ممنوعة تستخدم الطريقة دي تاني وبتقول له اي انها مش بتعرف تتكلم قدام شين علشان كده هي بتتدرب على الغونة فبيقرر جين ان اي هي اللي تقدم البس وبعدها بيروح لي لجين وبيوري له الفيديوهات اللي كانت بتنزلها تانج فبيقتنع جين وبيقول لي انه هيرجع يفكر في الموضوع وبعدها بتتكلم تانج مع جين وبيقول لها انها تقدر تستخدم غونة الريب في البس لانها جبت مشاهدات عالية جدا وانها تقدر في الوقت اللي هتلعب فيه تخلي اي تساعدها في البس وتاني يوم بييجي يوم المسابقة وبيبدأوا المسابقة لكن دو بيجيب سكور اعلى من تانج لكن شين بيقدر يجيب سكور عالي وبيكملوا لعب وبتكمل قايل بس وفي الاخر بيفوز شين وطانج بالمسابقة وبيكون دو متدايق جدا وبعدها بتروح تانج علشان تعمل مقابلة مع شين وبتسأله تانج عن فتاة احلامه وبيوصف تانج بالظفط وبتكون تانج مش مصدقة انه بيكون بيقول عليها هيا وبتقوله انه اخر حاجة الجمهور بيطلبها منه انه يرن على تالت جهة اتصال ويقوله اعتراف وبيكتشف شين انها تانج فبيقولهم انه مش ببساطة هيعترف وبيسيبهم ويمشي وبعدها بيتصل جين بتانج وبيقول لها ترجع للشركة بسرعة وبيقول لها ان فيه فيديو منتشر عنها وبيوريهولها وبنعرف ان فيه فيديو متفابريك معمول عن تانج في الوقت اللي نسيت فيه البس الشغال وبتقول تانج ان دي مش حقيقة وبتطلب منه ويسيب لها وقت وهي اكيد هتلاقي دليل وبيوفق جين لكن مش بيكون معاها وقت طويل وفي الوقت ده بيكون شين مستني تانج علشان يمشوا مع بعض وبتخرج تانج من عند جين وبيتكلم معها لي وليزي علشان يلاقوا حل للمشكلة دي وبيقول لها لي انها ما تخافش وبتقول لهم ليزي ان اي هي اكيد اللي عملت كده وبيقولوا انهم هيدوروا على دليل وفي نفس الوقت بيطل عشين للشركة وبتكلم مع تانج ومش بيكون عارف اي حاجة عن الفيديو وبياخد تانج وبيمشوا مع بعض وبعدها بتكون تانج في حمام النيدي وبتتكلم مع لي في الموبايل وبتسأله لو قدر يلاقي اي دليل لكنه بيكون لسه بيدور وفي نفس الوقت بتخرج تسي وبتقول لتانج انها سمعت كل حاجة وانها وثقة انها اكيد مظلومة وبتكون تانج متضايقة جدا وبتهديها تسي وتاني يوم بيكون في مسابقة بين فريق هايا وفريق المقاطعة الجنوبية وبيبدأوا المنافسة وفي فقت الاستراحة بيكون شين بيتكلم مع لي وبيكون وبيخططوا الحاجة وبيكون شين بيتكلم مع تانج ومستنيها علشان تيجي وفي الجولة التانية بيقدر شين وتسي يكسبوا الفريق التاني وبيكون دو مبسوط جدا لسي لانه بيكون من اللجنة المنظمة وبعد المباراة بتروح اي وبتستفز تانج بالكلام وبتتأكد تانج ان هي اللي فابريكة الفيديو وبعد المنافسة بتشوف تانج الفيديو وبيكون انتشر في كل مكان وبيحاول ليه انه ما يخليهاش تشوف الفيديو وبتيجي اي وبتصورها في البس المباشر وبيهاجمها الجمهور وبتحاول تانج انها تهرب منها وبيفصل ليه البس المباشر وبيتخانق معيها وبعدها بيتكرم شين وتسيب المركز الاول وبياخده الميدالية وبتروح اي علشان تعمل معاه لقاء وبيوافق شين وبيقول للجمهور ان فيه بس المباشر التاني يدخل ويتفرجه عليه دلوقتي وبيكون متفق معالي ان يحط الرابط الجديد على الفيديو وبيروح شين لتانج وبيصور معها من الحساب اللي كانت تانج بتغني منه وبياخد الموبايل منها وبيقول لكل الناس ان الدب الملون هو تانج وبياخدها قدام الصحفيين وبيعرض الفيديو الحقيقي على الصفحة وبيقول ان الفيديو اللي انتشر ده ما كانش حقيقي وانه هو الشخص اللي كان في الفيديو وبيقول لهم انهم عايشين مع بعض وانه حبيبها وبيتفاجئوا كل الموجودين وبيكونوا مبسوطين جدا لكن وانج خارجة بتسمع جيانج بيقول ان كل اللي حصل ده بسبب قصة الفريونت اللي هو اختراعها فمش بتفهم تانج وبتفكر لما شين كان بيسألها عليها وبعدها بترجع للشركة وبتكلم معاها جين وبيقول لها انه كان واثق فيها من الاول وما بتكونش تانج قالت له عن اي لكن في نفس الوقت بتيجي اي وبتقول لجين ان هي اللي عدلت الفيديو ومش بتكون عارفة ان تانج ما قالت له وبيتفاجئ جدا جين من كلامها وطبعا اي بتضطرد من الشركة وبيكونوا كل الموظفين مبسوطين جدا واني يوم بيكون شين بيجهز مفاجأة لتانج وبيروح يشتري لها هدية وفي نفس الوقت بيكون المدرب بيسأل عليه في التمرين لكن جيانج بيقوله انه عنده معايد علشان كده ما قدرش ييجي لكن طبعا كل الفريق بيكون عارف وبالليل بتروح تانج للمكان اللي رحوله سوى قبل كده وبتلاقي هناك الدب الملون وبياخدها وبيجرو زي ما حصل المرة اللي فاتت في مدينة الالعاب الزب وبيرقص معها وبيقول لها شين انه بيحبها لكن مش بسبب الفريونات وساعتها بترجع تانج تعرف تتكلم مرة تانية كويس وبيدلها شين الهدية وبتكون سلسلة وبتعجب تانج جدا لكن تانج مش بتقدر ترجع تاني وتلمس اي شخص وبيقول لها شين انه هيساعدها وهيكون جنبها وبيجي شين ويساعدها فيه وبيقول لها انه دايما هيكون جنبها مهما حصل وهيحققوا كل احلامهم وبعدها بيروح شين للتدريب وبيبلغوا الكابتن ان الفريق الدولي طالبه علشان يلعب معهم وهيتدرب هناك تدريب اكتر وبيشجعوا انه ياخد قراره ويروح للتدريب وبيتكلم المدرب مع تانج وبيقول لها انها لازم تشجع شين انه يروح للتدريب وناه ما تأثرش عليه وبيديها الاستمارة اللي هيسجل فيها شين وبعدها بيجي شين وبيتكلم مع تانج وبتبين انها مش متضايق انه هيمشي وبتديله الاستمارة وبتقول له انه ما يتخلاش عن حلمه مهما حصل وبتمشي وبالليل بيكون شين متأكد انه تانج مش عايزة يسافر فبيعمل مجموعة مع لي ويجيانج ويتشو علشان يرقبه تانج وبعدها بتفضل تانج بترجع وقت متأخر من الشغل وبتكون بتتجاهل شين ولما بيسألها بتقوله انها بتحاول تتعود على عدم موجوده جنبها لانه هيمشي ويسيبها هو بيقول لها شين انه ممكن ما يسافرش لكن تانج بتقوله انه يفضل دايما ورا حلمه مهما حصل وانها تستنى لغاية ما يرجع وبيقتنع شين بكلامها وبيوافق وطبعا بتحاول تانج تداري مشاعرها وبالليل بتكون تانج بتجهز مفاجأة لشين وبتكون في طريقها للبيت لكن بتلاحظ ان فيه شخص ماشي وراها ولما بتتأخر بينزل شين علشان يدور عليها وبتحاول تانج انها تهرب من الراجل وبتحاول تكلم شين لكن الخط بيقطع فجأة وبيفضل شين يدور عليها وبيسمع صوتها بتصوت وبيجري عليها وبيروح فعلا وبينقذها وبتكون خايفة جدا وتاني يوم بتروح تانج للنادي وبتشوف شين هناك وبيقول لها انه مش هيسافر لانه خايف عليها وبيقول لها انها مهمة عنده زي الرماية وانه هيفضل دايما معاها وبتقول له تانج انه لازم يتأهل للأولمبياد ويوعدها شين انه هيبذل كل جهده وتاني يوم بيقول لهم المدرب انهم هيطلعوا للتدريب الشتوي وانهم يبدأوا يجهزوا نفسهم وبيكونوا مبسوطين جدا ولما بيوصل بيكون هناك فريق المقاطعة الجنوبية وبيكون هناك فانج وبيكون مدير البس المباشر وكمان مشهور جدا وبيتقابلوا الفريقين سوا وطبعا احنا عارفين انهم مش طايقين بعض وبعدها بيجي فانج وبيسلم على جو وبيبان كده ان شين مش طايقوا من اولها لكن بعدها بيدخلوا كلهم الفندق وبيتخنق شين معيوه بسبب المكان اللي هيناموا فيه لكن في الوقت ده بيجي فانج وبتحكيلوا تانج المشكلة وبياخد يوه على جنبه وبيحل معاه المشكلة وبياخدوا مفاتيحهم وبيطلعوا وبعدها بنشوف اي بتتخنق مع حارس الامن لانه مش راضي يدخلها للمعسكر وفي الوقت ده بيجي فانج وبتجري آي وبتروح له ووضح كده انهم يعرفوا بعض من فترة وبتركب معاه العربية وبيمشوا وبعدها بنشوف ان تانج خرجت مع شين في الغيبة وبتلاقي هناك قفض في الغيبة وبتقول لشين انه شبهوا جدا وبعدها بيقرروا انهم يربوه مع بعض وانها هتيجي كل يوم علشان تأكلوا وبالليل بتكون تانج محضرها ديال شين وبتكون رايحة تدهاله لكن جين بيتصل بيها وبيقول لها ان فيه عشا شغل ولازم انها تروح مع فانج علشان تكون علاقات مع ناس مهمين وبيكون شين قال لتانج انها متتعاملش مع فانج ابدا بس تانج مش بتلاقي اي حل تاني فبتقرر انها تروح معاه ومش بتقول لشين وبعدها بنشوف ان اي بتكون مستنية فانج وبيجي اخدها علشان يتعشوا مع بعض لكن في نفس الوقت بتتصل تانج بفانج وبتقوله انها هتروح معاه للعشا فبيقول لها انه مستنيها قدام الفندق وبيقول لاي انها تنزل ومرة تانية هيبقى يروح معاها لكن طبعا اي بتكون متضايقة جدا لان تانج اخدت مكانها لكن بتنزل وبتيجي تانج وبتركب مع فانج لكن اي بتصورهم وبعد التمرين اي بتبعت لشين رسالة بمكان تانج وبتبعت له الصور لكن شين مش بيكون عارف انها اي وبيكون متعصف جدا وبيجري علشان يلحق تانج لكن فيه قانون في المعسكر انهم ما يخرجوش من الفندق وبكده شين هيتعاقب وبعد ما بيخلصوا اكل بتشرب تانج كتير وبتكون مش فوعيها وبيحاول فانج انه دايقها ويتقرب منها وبتحاول انها تبعده وفي نفس الوقت بيكون شين وصل للمطعم وبيدخل وبيضرب فانج وبياخد تانج ويمشو ولما بيخرجوا بيكون شين متضايق جدا من تانج لانها ما سمعتش كلامه لكنها بتقوله انها نسيت حاجة في المطعم ولازم ترجع علشان تجيبها في الاول مش بيكون شين عايز يرجع لكنها بتصر عليه وبيعرف انها الهدية فبيرجعوا علشان يجبوها وبعدها بيرجعوا للفندق وبيبان علشان انه متضايق جدا وتاني يوم بيروح يوم وبيتكلم مع فانج وبيتفقوا مع بعض علشان وبيبان كده انه مش نويين خير وبعدها بنشوف انه تانج بتجهز شنطتها وهتمشي بسبب كل اللي حصل معاها لكن بيروح شين وبيهديها وبتحكي له تانج عن الحادثة اللي حصلت من زمان وان في مجرمين خطفوها والحسن الحظ وصلت الشرطة في الوقت المناسب وبتقوله ان ده السبب اللي مش بيخليها تعرف تلمس اي شخص لانها بتكون خايفة وبعدها بيتكلم شين معاها وبيقولها انه جنبها وانه هيفضل دايما بيساعدها وهيحميها وبتحس تانج بالامان وبييجي جين وبيتكلم مع فانج وبيعرف انه كان السبب في ان المساعدة القديمة بتاعته تسيب الشغل وبيتعصب جدا منه وبيعرف انه كان بيدايق تانج وبعدها بيتكلم جين مع شين وتسيب وبيقرروا انهم يلاقوا دليل ضد فانج علشان يفضحوه بسبب كل عميله وبتكون تسيب معاها تسجيل ضده وبيطلع شين الصور اللي اتبعتتله ولما بيشوفها جين بيعرف ان الحساب ده بتاع اي وبعدها بيروح شين وبيتكلم مع فانج وبيقوله انه معاها قدلة ضده وانه هيبلغ عنه ولما بيسمع التسجيل مش بيهتم لكن شين بيقوله انه يعرف كل حاجة عن اي وتاني يوم بيكون فيه منافسة بين الفريقين وبيبدأ يوق انه شتت لين وهو بيلعب فبيتعصب وبيضرب طلق بالغلط وبتيجي فرجل شين وبيقع على الارض وبييجي الدكاترة وبيقوله ان حالته خطيرة ولازم يتنقل على المستشفى في اقرب وقت لكنه بيختار انه يكمل المنافسة الاول وفعلا بيقدر شين انه يحقق اسكور عالي جدا لكن بعدها بيتعب شين جامد وبيغدوه على المستشفى وبتروح معا تانج وفعلا بيقدروا انهم يكسبوا وبيكون شين في الاسعيف وبيتفرج على البس وبالليل في المستشفى بيكونوا نايمين لكن بتيجي عاصفة وبيقوم شين بيقفل الشبك لكنه لما بيشوف البرق بيفتكر حاجات من يوم الحادثة لكنه مش بيقدر يجمع كل المواقف وبيقع على الارض ولما بتقوم تانج تدور عليه بتلاقيه نايم تحت السرير وبتتخضى عليه جدا وتاني يوم الصبح بيقولها شين انه افتكر حاجات قديمة لكنه مش قادر يجمع اي حاجة فمش بتضغط عليه وتاني يوم بتروح تانج لدينج وبتقول لها انها ما بقتش بتخاف من التليمس وانها بقت احسن وبتسألها دينج عن الحادثة فبتقول لها تانج انها من فترة كانت معاشين على الجبل وكانوا مبسوطين مع بعض لكن خرج عليهم مجرمين وكانوا عايزين فلوس لكنهم ما كانش معاهم فاخدوا تانج كراهينة وراح شين علشان يجيب الفلوس لكنه مرجعش والحسن الحظ ان الشرطة جات في الوقت المناسب ولما بترجع تانج للمستشفى بيقول لها شين ان الممرضة قالت انه بدأ يتحسن وانه قدر يعمل تمارين وبعدها بفترة بيخرج شين من المستشفى وبيخرج يستقبله كل الفريق وبيكونوا مبسوطين جدا انه رجع وانتاني يوم بيروحوا مع بعض للغيبة وبيخططوا للمستقبل وانهم هيروحوا يزوروا عيلة تانج مع بعض وبالليل بيتجمع الفريق مع بعضه وبيبلغهم دوء انه هيسيب الفريق لكنه هيستمر في الدعم وانه هيستثمر ويفتح ند جديد وانه هيخلي ليهم هم وبنعرف كده انه ارتبط بتسي وبيقول لها انها هتكون المديرة في المكان وتاني يوم بيكون شين بيتكلم مع تانج وبيكونوا بيخططوا هيروحوا امتى لعيلة تانج لكن في نفس الوقت بيجي يوم بيقول لشين انه فقط ذاكرته من زمان فبيتفاجئ شين وبتحاول تانج انها تاخده بعيد عنه لكن يوم بيوقفوا بيقولوا انه كان يعرف تانج قبل ما يفقد ذاكرته فبتاخدوا تانج وبيمشوا وبالليل بيرجع شين للقوضة وبيلاقي ان يوم بعت له جواب وبيلاقي فيه صورة من ايام مدرسة السنوي وبيلاقي ان تانج كانت معاه في المدرسة فبيتأكد ان كلام يصح وبيفتكر كل الحاجات اللي قالت هالو تانج قبل كده وبيتضيق جدا ومش بيكون فكر اي حاجة وتاني يوم بيروح شين بيقابل يو بيوري ليو اوراق عن الحادثة تثبت انه ساب تانج في الوقت اللي هي كانت محتاجة فيه وهرب هو وبيفهم شين انه القصة اللي كانت بتحكيها تانج كانت عنه وانه السبب في كل اللي حصل لها وبيوري ليو صورة عن يوم الحادثة فبيجمع شين ذكريات قديمة لكن مش بيفتكر كل اللي حصل وتاني يوم بيكون في مباراة مهمة جدا لكن شين بيفتكر كل اللي حصل ومش بيقدر يكمل وبيخرج وبيكون حاسس انه السبب في كل اللي حصل وبتحاول تانج انها تهديه وتقوله الحقيقة لكنه مش بيسمع لها وبيمشي وبتكون تسيب الدور عليهم وبتلاقي تانج وبتحاول تهديها وبتقول لها انهم بيدوروا هيحاولوا يعرفوا مين اللي بيساعد يو وفي نفس الوقت بيكون ليو ودو بيشوفوا الحاجات اللي في دولاب يو وبيعرفوا انه كان في مطعم غالي جدا وبيخامل ليه ان اللي بيساعده هو فانج ولما بيخرجوا برا بيشوفوا ان فانج بيتكلم مع يو وبيخططوا الحاجة فبيتأكدوا انه فانج اللي بيساعده وبعدها بيكون دو وتسيب يدوروا على شين وبتشوفوا تسيب الغابة وبتروح تتكلم معاه وبتقوله انها هتاخده في مكان بعيد عن تانج فبيوافق شين وبعدها بيروح شين مع تسي ودو وبيبلغوا تانج عن مكانه وبتروح تانج وبتاخد معاها القنفز لكن لما بيشوفها شين بيقفل البيب وبينزل تحت السرير ومش بيكون عايز يتكلم معاها وبتفضل تانج تعيط وبتتكلم معاها متأكد انه ما سبهاش وانها مش متضايقة منه وبعدها في فترة بيطلع شين من القوضة وبتدخل تانج وبعدها بتفضل تتكلم معاه علشان تخرجوا من تحت السرير لكنه مش بيسمع لها ومش بيرد عليها وبعدها بتكون تانج بدأت تتعب جدا فبيغطيها شين من البرد وبتوريله تانج صورة ليهم من ايام السنوية وبتقوله انه لسه زي ما هو وما تغيرش في وجهة نظرها وبتوريله السلسلة اللي جبها لها زمان وبعدها بيكون والد شين بيتصل وبترد عليه تانج وبتقوله ان شين حالته مش كويسة لكنها هتكون جنبه ومش هتسيبه وبتطلب منه انه يبعط لها الاوراق بتاعة الحادثة وبيوفق والده وبعدها بيتصل المدرب بتانج وبيقول لها ان شين لو حالته ما تحسنتش مش هيقدر يشترك في الاولمبيات وانها لازم تساعده علشان يكون احسن وبعدها بيبعط لها والد شين الاوراق وبيكون مكتوب فيها ان شين عمل حدثة على الطريق المعاكس وده معناه انه كان راجع علشان ينقذها وبتكون مبسوطة جدا وبتروح تقول لشين وبتقول له تانج انهم يرجعوا تاني لمكان الحادث علشان يقدر يتأكد بنفسه وبيوفق شين وتاني يوم بيسافروا فعلا وبيروحوا المكان الحادث وبعدها بيطلعوا للجبل وبيكون شين خايف لكن تانج بتصر عليه وبيعتذر لها شين عن كل اللي حصل وبعدها بيروحوا مع بعض للمحل اللي كانوا بيروحولوا دايما زمان وتاني يوم بيروحوا لمدرستهم القديمة لكنها بتكون مقفولة ومش بيسمح لهم الحارس انهم يدخلوا لكنهم بينطوا من الصور وبيكون الحارس قدر يتعرف على شين من الجرائد وبيدخلوا للمدرسة وبتحكيلوا تانج عن كل الذكريات اللي بينهم وبيروحوا لقوضة الرماية وفي نفس الوقت بييجي الحارس وبيكونوا هيهربوا وبيوقفهم الحارس وبيكون هيفتح لهم القوضة لكن شين بيرجع في كلامه في اخر وقته وبياخد تانج ويمشوا وتاني يوم بيكون جين بيرائب فانج وبيكون معاه بنته وبيصورهم وبيبعتها الآي إلى انه بيكون عايز يتواصل معاها علشان يقدر يفضح فانج وبتتصل بيه آي وبيتفق انه هيقابلها وبعدها بيروح شين وتانج العيل التانج وبيكون شين متوتر جدا ولما بيفتح الباب بيلاقي هناك ليه وبعدها بتستقبله والد التانج وبتكون مبسوطة بيه جدا وبعدها بيجي والد تانج وبيتعرف على شين وبتتكلم تانج مع ليه وبتقوله ما يقولش لعالتها انها كانت تعرف شين من الاول علشان ما يكونوش خايفين عليها وباتفق معيها وبالليل بيقعدوا وبياكلوا مع بعض وتاني يوم بيكون معايد المباراة النهائية وبيكون فانج عامل مقابلة مع يو وبيقوله يو ان شين تعبين وعنده مشكلة نفسية وبكده اكيد مش هيقدر ييجي المسابقة ويعتبروا نفسهم خسرانين لكن في نفس الوقت بيدخل شين القاع وبيقوله انه رجع علشان يكمل المنافسة وكل الموجودين بيتفاجئوا وبيقوله انه مهما حصل هيوصل للالعاب الأولمبية وبعدها بيكون فيه مسدسات جديدة جاية الفريق هايا وبيشوفهم يو بيكون بيقرر انه هيبوزهم لانه سمع دو وهو بيتكلم وبيتفق مع صاحب الأمن انه هو اللي هيدخلهم فبيوافق لكنه بيحاول يبوزهم وبيجي المدرب وشين وبيتعاقب يو على اللي عمله وبعدها بيجهز الفريق كله الشنط علشان يرجعوا مرة تانية لان بكده بيكون التدريب الشتوي انتهى وبعدها بيتقبل جين وتانج مع اي وبيورولها كل الادلة ضد فانج وبتقرر انها هتكون معاهم لكن يضمن لها مكان تشتغل فيه وبيوافق جين وبعدها في فترة بتسافر تانج مع شين لبلد تانية علشان الأولمبيات وبيكونوا بيتمشوا مع بعض في المدينة وبعدها بتشوف تانج طفل صغير هيعمل حدثة فبتروح تنقذه وبيجي شين وبينقذهم لكنه بيتخبط وبيقدر يفتكر كل الذكريات القديمة وبتفضل تانج تفوقه وبيقوم في الآخر وبعدها بيقول شين لتانج انه ما سبهاش لوحدها في يوم الحدثة لكنه كان راجع علشان ينقذها وبتفرح جدا تانج انه استعد ذكرته وبيجي يوم المنافسة وبيكون كل الفريق مستني شين وتسيل لانهم بيكونوا تأهلوا للأولمبيات ولما بيخرجوا بيمثل عليهم شين انه خسر لكنه بيكون كسب في المنافسة وده اللي متعودين عليه دايما لكن تسيمش بتتأهل بس الفريق كله بيشجعها وبعدها شين بياخد تانج وبيمشوا وبيروحوا مع بعض البرجة عالي وبيقول لها شين انه هو اللي حبها الأول من أيام المدرسة وانه اشترى لها في اليوم ده الساعة اللي كانت دايما معاه من وقت الحادث لكن بسبب الحادثة نسي كل اللي حصل وبعدها بيديلها الساعة وبيررض عليها الزواج وبتكون تانج مبسوطة جدا وبيوعدها انه مش هينساها تاني أبدا وطبعا زي كل النهايات بيكونوا مبسوطين جدا مع بعض وبكده بيكون خالص مسلسلنا اشوفكم بقى في ملخص جديد سلام